حذرت الجزائر من تدهور الأوضاع والتوتر المتصاعد في الشرق الأوسط داعية إلى اتخاذ قرارات لمنع مزيد من التصعيد في المنطقة وفي كلمة له بجلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية دعا ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لتجنيب الشرق الأوسط اندلاع حرب شاملة الكلمة الأكثر استخداما كانت مقتل القتل قتل اليوم نتعو إلى اتخاذ موقف جاد وواضح بشأن الوضع المتدهور في المنطقة المهمة الأهم والأكبر لهذا المجلس هي صون السلام والأمن الدوليين ولا يمكن أن يتحقق ذلك بكلمات عابرة تلقى ببلاغة أمام الكاميرات إن خطورة الحال في الشرق الأوسط تستدعي أكثر من الخطابة بل تحتاج اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة وكل شخص حاضر هنا ينبغي أن يدرك أن المنطقة على حافة الهاوية علينا أن نتعلم من دروس التاريخ لنمنع أسوأ ما يمكن أن يحدث في الشرق الأوسط والأسوأ لا يقل عن حرب إقليمية شامل أسوأ ما يمكن أن يكون في الشرق الأوسط ما يمكن أن يكونونة لحد جدًا سكتبت أن تقلقه كثيرًا أسوأ المجلس أسوأ مجلس أسوأ